السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رح نبدأ يا تامن بالدرس التاني التمثيل البياني لمعادلة خطية بمتغيرين هلا طبعا هذا الدرس بدنا نعرف كيف بدنا نمثل معادلة خطية موجودة معنا بمتغيرين بيانيا يعني بدنا نمثلها على المستوى الذكارتي المستوى البياني هلا كيف بدنا نمثل يا تامن بدنا نمشي على خطوات اول خطوة اول شي خلينا نكتب معادلة حتى نعرف كيف بدنا نعمل الخطوات لو كان معنا يا تامن ثلاثة سين ناقص صاد يساوي واحد بدنا نمثل المعادلة بيانيا نمثل المعادلة بيانيا طيب شو بنعمل هلا يا تامن اول خطوة بنعملها نجعل صاد موضع للقانون اذا دائما نحن 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 نح معنا يا ثامن بس نرتبنا شكلها إذن صارت هلأ معنا المعادلة صاد تساوي ثلاثة سين ناقص واحد إذن أول خطوة نجعل صاد موضع للقانون إذن نجعل صاد موضع للقانون طيب الخطوة الثانية الثامن شو منعمل هلأ هلأ منختار قيم لسين نأخذ قيم للمتغير الموجود معنا اللي هو سين هاي القيم اللي بنأخذها للسين منعوضها في المعادلة ومنوجد قيم صاد يلا هلأ إذن صاد تساوي ثلاثة سين ناقص واحد هلأ منرسم زي جدوان منأخذ فيه قيم لسين وهنا منحكي صاد تساوي ثلاثة سين ناقص واحد وهنا عندنا سين صاد القيم اللي بدنا نأخذها للسين ممكن نأخذ أي أرقام بدنا إياهم خلينا نأخذ الواحد والصفر والسالب واحد منعوض صاد تساوي ثلاثة ضرب واحد ناقص واحد الأولوي للضرب ثلاثة ضرب واحد ثلاثة ناقص واحد كم بيساوي؟ يساوي 2 إذن الواحد مع الاثنين الصفر صاد تساوي ثلاثة ضرب صفر ناقص واحد الصفر ناقص واحد وسالب واحد شو بتعطينا سالب أربع إذن سالب واحد سالب أربع الآن منمثلهم بيانيا يا ثامن طبعا المستوى البياني كلكم تعرفوا تستخدموه نرسم المستوى البياني السيني والصادي نعين النقاط الموجودة معنا واحد اثنين ثلاث عنا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث عنا واحد ثلاث سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث وسالب أربع طيق خلينا نعين النقاط اللي طلعناها الواحد مع الاثنين هيا الواحد مع الاثنين الصفر مع سالب واحد السالب واحد عصدت السالب واحد مع سالب أربع هلأ النقاط اللي طلعت معنا يا تامن شو منعمل فيها؟ منوصلها منوصل النقاط اللي طلعت معنا طبعا التوصيل ايش رح تكون عندنا النقاط؟ رح تكون عبارة عن خط لأنه احنا بنحكي عن معادلة خطية احنا بنحكي عن معادلة خطية فالرسمة رح تكون عبارة عن خط مستقيم الرسمة رح تطلع معنا خط مستقيم يا تامن طيب هلأ لو أجل حكا لنا يا تامن هل النقطة مثلا واحد اتنين تقع على هذا المستقيم هل احنا عندنا المستقيم اش هو صاد تساوي تلاتة سين ناقص واحد طيب هل النقطة واحد اتنين تقع على المستقيم الذي معادلته صاد تساوي تلاتة سين ناقص واحد هل كيف منعرف انها تقع او لا يا تامن منعوض تعويض هل لا الواحد اللي هي قيمة سين والاثنين اللي هي قيمة صاد منعوض تلاتة ضرب واحد ناقص واحد والصاد اللي هي كم قيمتها اللي موجودة معنا اتنين طيب هل الاثنين هل تساوي تلاتة ضرب واحد تلات تلاتة ناقص واحد كم اتنين الاثنين تساوي اتنين اذا صح اذا النقطة واحد اتنين تقع على المستقيم اذا هاي اذا النقطة واحد اتنين تقع على المستقيم يا ثامن طيب لو كان معطينا مثلا النقطة سالة ب11 و34 يلا هل تقع على المستقيم صاد يساوي 3 السين ناقص 1 منعوض حكينا هنا قيمة سين وهنا قيمة صاد 34 هل تساوي 3 ضرب سالب 11 ناقص 1 34 هل تساوي 3 ضرب سالب 11 كم تعطينا سالب 33 ناقص 1 سالب 33 وسالب 1 اش بتعطينا سالب 34 طيب وهنا اش عنا 34 وهناك سالب يعني الفرق بناتهم اشارة السالب 34 بتساوي سالب 34 لا بما انهم غير متساويات اذا النقطة سالب 11 34 اش مالها لا تقع على المستقيم اذا لا تقع على المستقيم اللي معادلته صاد تساوي 3 سين ناقص 1 يا 8 اذا حتى نمثل اي معادلة بيانيا بنعمل صاد موضع للقانون بعدين بناخد قيم بنعوضها مكان سين بعديها منمثلها بيانيا خلينا نشوف كمان مثال خلينا نشوف تدريب واحد صفحة 17 مثل مجموعة حل المعادلة 3 زائد 60 زائد 3 صاد يساوي صفر بيانيا طيب عنا اذا المعادلة 3 زائد 60 زائد 3 صاد يساوي صفر مثلها بيانيا هلا حكينا اول خطوة منخلي صاد موضع للقانون اذا ننقل 3 وال60 صارت عنا 3 صاد تساوي سالب 3 ناقص 60 بعدين نقسم على 3 على 3 صاد تساوي هلا نختصر سالب 3 على 3 شبط عطينا سالب 1 ناقص 6 على 3 شبط عطينا 2 سين اذا صاد تساوي سالب 1 ناقص 2 سين خلينا نمثلهم هلا بيانيا يلا نرسم جدول هنا بدنا ناخد قيم لسين وهنا عنا صاد اشتلعت سالب واحد ناقص اتنين سين وهنا عنا سين صاد ناخد قيم واحد صفر وسالب واحد يلا منعوض سالب واحد ناقص اتنين ضرب واحد ويساوي سالب واحد ناقص اتنين اذا شو بتطلع معنا سالب ثلاث اذا الواحد مع سالب ثلاث الصفر سالب واحد ناقص اتنين ضرب صفر يعني سالب واحد ناقص صفر وتساوي سالب واحد صفر مع سالب واحد سالب واحد ناقص اتنين ضرب سالب واحد سالب واحد زائد اتنين لانه سالب اتنين ضرب سالب واحد تعطينا موجة باتنين كشارات مختلفة منطرع اش بطلع واحد إذن سالب 1 مع 1 نمثلهم بيانيا عنا 1, 2, 3 1, 2, 3 سالب 1, سالب 2 سالب 1, سالب 2, سالب 3 عنا الواحد مع سالب 3 1 مع السالب 3 الصفر مع السالب 1 والسالب 1 مع 1 ومنوصلهم مع بعض يا تامن طبعا حكينا بما أنها معادلة خطية لازم يطلع معنا خط مستقيم طيب بيحكي لنا بالسؤال هل الصفر صفر نعتبرها بتقع على هذا المستقيم أو لا هلأ لما بدنا صفر صفر نرجع نكتب الصاد تساوي سالب 1 ناقص 2 س طيب صفر صفر منعوض صفر تساوي سالب 1 ناقص 2 ضرب 0 صفر تساوي سالب 2 ضرب 0 صفر سالب 1 الصفر تساوي سالب 1 لا إذن إيش لا تقع الصفر صفر لا تقع طيب عنا سالب نص مع واحد يلا ها قيمة سين وهي صاد واحد هل تساوي سالب واحد ناقص اثنين ضرب سالب نص نختصر الاثنين مع الاثنين هل الواحد تساوي هلا سالب واحد سالب واحد ضرب سالب واحد شو بتعطينا موجب واحد الواحد تساوي صفر طبعا لا إذن كمان لا تقع لأن الواحد لا تساوي أشعنا صفر طيب عشرة سالب واحد وعشرين عشرة وسالب واحد وعشرين هاي سين وهي صاد عنا صاد تساوي سالب واحد ناقص اثنين سين يلا سالب واحد وعشرين تساوي سالب واحد ناقص اثنين ضرب عشرة سالب واحد وعشرين تساوي سالب واحد ناقص عشرين سالب واحد وسالب عشرين إشراءات متشابهة من نجمة بما أنهم طلعوا متساويات إذن تقع إذن هاي النقطة إشمالها تقع على المستقيم اللي معادلته صاد تساوي سالب واحد ناقص اثنين وستين خلينا نحل من سؤال أربعة صفحة طمانتاش فرعجين بحكينا محيط مثلث متطابق الضلعين يساوي عشرين محيط مثلث متطابق الضلعين يساوي عشرين طيب هل إحنا لما نحكي عن مثلث متطابق الضلعين يعني هادا الضلع هادا الضلع متساويات نفرض لو فرضنا هادا السين هادا ايش كمان بدي يكون سين القاعدة ايش بنا نعتبرها مثلا صاد طيب محيط اي شكل او محيط المثلث ايش بيساوي محيط المثلث مجموعة طوال أضلع يعني السين زائد سين زائد صاد كلهم كم بلازم يساوي عشرين اللي هو معطينا اياه بالسؤال منجمع سين زائد سين شو بتعطينا اتنين سين زائد صاد ويساوي عشرين اذا هاي كونا معادلة هلا هاي المعادلة اللي كوناها بدنا نمثلها بيانيا اتنين سين زائد صاد يساوي عشرين اول اشي منخلي صاد موضوع للقانون اذا مننقل اتنين سين صاد تساوي عشرين ناقص اتنين سين يلا نمثل ناخد قيم هنا سين وهنا عنا صاد تساوي عشرين ناقص اتنين سين هلا ناخد الواحد والاثنين والثلاث عشرين ناقص اتنين ضرب واحد بتصير عشرين ناقص اتنين يعني كم؟ عشرين ناقص اتنين ضرب اتنين اتنين ضرب اتنين اربعة عشرين ناقص اربعة كم؟ ستاش عشرين ناقص اتنين ضرب تلات اتنين ضرب تلات ستة عشرين ناقص ستة اللي هو كم؟ اربعتاش اذا طلعت معنا واحد مع تمنتاش الاتنين مع ستاش والتلاتة مع ايش مع اربعتاش خلينا نرسم هلأ عنا واحد مع أنه ما عنا أعداد سالبة خلينا نكبر الجهة الموجب طيب عنا واحد اثنين ثلاث عنا الأعداد أربعتاش وستاش وطمنتاش أربعتاش ستاش وطمنتاش هلأ عنا الواحد مع الطمنتاش الاثنين مع الستاش والثلاثة مع الاربعتاش ومنوصلهم مع بعض طبعا إحنا لما نستخدم المسطرة بيكون الرسم عندنا أضاقية داما إذن بنهاية الحصة لحتى نرسم أي معادلة خطية بمتغيرين نعمل صاد موضع للقانون أول خطوة ثاني خطوة منرسم جدول منوخد فيه قيم للسين منعوض القيم الموجودة عندنا في سين ومنوجد قيمة صاد بعدين منرسم المستوى البياني الموجود معنا ومنعين النقاط ومنوصلهم يا داما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته